من لندن ينضم إلينا مرسلنا أشرف سعد أشرف رسالة جونسون قد تكون ثلاثية الأبعاد إلى الداخل البريطاني إلى كييف وإلى الحلفاء الأوروبيين كذلك وأبدو أنها ستكون نفس الرسالة التي سيحملها معه إلى ألمانيا حيث يشارك في قمة زعماء دول السبع الصناعية الكبرى وبعد ذلك سيتوجه إلى قمة الناتو في مدريد وأيضا سيوجه نفس الرسالة بوريس جونسون لأنه يواجه ضغوطا كبيرة على الساحة السياسية الداخلية وأجمات عنيفة من داخل حزبه ربما يفضل أن يظهر بصورة الزعيم القوي المتشدد الأكثر قدرة على قيادة العالم الغربي في هذه المرحلة الحاسمة والرجل الرافض للتنازلات والمصر على تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا وبالتالي أقصى قدر من التصدي لروسيا في الحرب الحالية في أوكرانيا عندما سئل بوريس جونسون في هذا اللقاء الذي أجراه في رواندا على هامش مشاركته في قمة مجموعة الكومنويلث البريطاني عندما سئل عما إذا كانت هناك بعض الرسالة وبعض التصريحات التي وصلت إليه تفيد بأن هذا قد يكون موقف الدول الغربية فقال إن هذا لم يحدث ولكنه يشعر بأن هذا هو الشعور العام السائد حاليا بين الحلفاء الغربيين يبدو أن بوريس جونسون خلال قمة مجموعة الدول السابعة الصناعية الكبرى سيكون متشددا وسيصر على المزيد من الدعم لأوكرانيا وربما المزيد من العقوبات على روسيا وخلق موقف أكثر قوة وربما أكثر استقلالا عن النفط الروسي وعن الطاقة الروسية بين دول أوروبا وبين الدول الغربية عندما يتوجه بوريس جونسون أيضا إلى مدريد للمشاركة في قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو سيحملوا نفس الرسالة وسيكونوا أكثر تشددا وربما من ناحية أيضا سيادة المزانية الدفاعية للحزب للحلف وتعزيز قوة الحلف العسكرية خلال المرحلة المقبلة للتصدي لمواقف روسيا الحالية شكرا لك أشرف سعد مورا سيلونة من لندن